نحن الآن في نهاية القرن السابع عشر في أوروبا والثورة العلمية قد تركزت وقد انتشرت في كامل تقريبا أنحاء أوروبا الغربية فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إنجلترا وخاصة فرنسا وإيطاليا وإنجلترا ألمانيا ستأتي ربما بعد ذلك متأخرة نسبيا المهم أن هذه الثورة العلمية أدت إلى ظهور في القرن الثامن عشر ثورة فكرية شاملة سميت بعصر التنوير أو الأنوار وقد ظهر مفكرون تربويين كبار في هذا العصر مثل جون لوك الإنجليزي وجون جاك روسو الفرنسي وإيمانوال كانت الألماني وهم أصحاب نظريات تربوية سنراها ربما فيما بعد بالنسبة لجون لوك النظرية التجريبية في التربية بالنسبة لجون جاك روسو النظرية الطبيعية في التربية وبالنسبة لكانت النظرية الإنسانية في التربية فهؤلاء المنظرون الكبار عبروا في حقيقة الأمر عن تأثرهم بهذه الحركة العلمية في مجالات العلوم الطبيعية وحاولوا تطوير التربية وجعلها أيضا تواكب النمو العلمي في أوروبا وقدموا أفكار عظيمة وكبيرة جدا أثرت في العصور اللاحقة ثم منذ تلك اللحظة تم التركيز على حرية الطالب وعلى الخبرة العلمية في التعليم في ذلك العصر في القرن التاسع عشر الذي حدث هو الثورة الصناعية والثورة الصناعية هي لو تأملنا القرن السابع عشر الثورة العلمية القرن الثامن عشر عصر الأنوار الثورة الفكرية القرن التاسع عشر هو تطبيق تلك الثورة العلمية والفكرية على التقنيات والصناعات فظهرت صناعات الكبرى أهمها ظهور القطار الكهرباء استغلال الكهرباء الطاقة الكهربائية ثم ظهور الآلة البخارية وتطوير الآلة البخارية في الواقع العامة البخارية ظهرت قبل ذلك ولكن تم تطويرها بشكل كبير جدا وربما المحرك الانفجاري هنا سيتم اختراعه في القرن التاسع عشر وخاصة خاصة ظهور كما قلنا المحرك أو ظهور الكهرباء واستغلال الكهرباء في قرن الثورة الصناعية ظهرت أيضا العلوم الإنسانية والاجتماعية وخاصة علوم النفس والاجتماع وهي علوم أدت بالضرورة إلى ظهور لأول مرة عبارة جديدة يعني علوم التربوي المتخصة كنا نتحدث عن التربية سابقا لكن منذ القرن التاسع عشر وأواخر قرن التاسع عشر سنصير نتحدث عن عن علوم التربية وهي العلوم التي استفادت بشكل كبير جدا من علوم النفس وعلم الاجتماع في هذا القرن القرن التاسع عشر ظهرت المدارس المختصة في إعداد المعلمين واستقلت وصار لنا كليات خاصة بالمعلمين وبرامج لإعداد المعلمين تطورت فيما بعد في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين إذن فانتشرت المدارس أفقيا وانتشرت تعليم في كل مكان وصار الهدف من الدولة الحديثة هو تعليم شعبها ونشر التعليم أفقيا وعموديا أفقيا كي يشمل جميع الناس وعموديا لكي يستمر من التعليم الابتدائي إلى التعليم العالي ثم ظهور علوم متخصصة في التربية تدرس طرق التدريس العلمية وتطور طرق التدريس وأدوات التدريس وأهداف التدريس ظهور أيضا القياس في القياس الحديث في العلوم التربوية وخاصة التستز الإختبارات الدقيقة لقياس تحقيق الأهداف ولقياس مستوى التحصيل التعليمي لدى الطلاب ثم ظهور مفاهيم جديدة الحقيقة في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين مثل التعليم للجميع ومجتمع المعرفة والتعليم الإلكتروني اليوم نتحدث عن التعليم العام الإلكتروني وحتى أنه اليوم صار الأمية تقاص في العالم بجهل الناس بالتقنيات الإلكترونية أو التقنيات الإنترنت فإذا نحن نعيش عصر اليوم في القرن الواحد والعشرين عصر الثورة الرقمية التي هي أدت بدورها إلى تغير شبه كل في المفهوم التقليدي للطربية ولم يعد المعلم هو مصدر معلومة بل المعلم هو مساعد أو هو مرافق وهو ما يعيدنا إلى فكرة جون جاك روسو في القرن الثامن عشر الذي جعل المعلم مجرد صاحب يرافق المتعلم ويساعده على التعلم أو على الاكتشاف الذاتي هذه فكرة في الواقع على الأمر قديمة لكن تمت استعادتها وتم التأكيد عليها من خلال علماء النفس والمدارس النفسية التي ازدهرت بشكل كبير جدا وتكاثرت في القرن العشرين وأثرت في العلوم التربوية مثل المدرسة السلوكية والسلوكية الجديدة مثل المدرسة البنائية والمدرسة المعرفية أو العرفانية واليوم نتحدث عن مدارس جديدة مثل المدرسة البيئية فإذا نحن أمام تنوع كبير جدا في المدارس التي أثرت على التربية في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين ما كان يميز القرن العشرين هو في التربية هو تقريبا الخصائص التالية تقديم التربية على التعليم استناد التربية إلى علم النفس الطفل هو محور رئيسي للعملية التربوية الاستقلال والحرية للأفراد والجماعات عن طريق تجييع فعالياتهم توفير بيئة طبيعية للعملية التربوية ربط الفرد بالمجتمع من حوله تتم العملية التربوية في جوم التفاعل والثيقة لكن إذا كنا نعيش الآن إذن هذه الطفرة وهذه الثورة التربوية بتأثير التحولات التكنولوجية الكبيرة في عصر وخاصة ثورة رقمية فلا يمكن أن نتخيل كيف ستكون عليها التربية في العصور القادمة وذلك للسرعة التي صار يحدث بها التاريخ لأنه لما نقارن بين التربية اليوم وبين التربية مثلا التي كنا تحدثنا عنها قبل قليل في العصور البداية قد نشك في أن صاحبه ما واحد وهو الإنسان